فتعة البوابات على بركة الله لتنفس الجهد والأفراص المنتجة محليا عمر الأربع سنوات فأكثر في الشوط الثامن على مسافة الالفين واربعمائة متر وقيمة الجائزة ثمانية وسبعون ألف ريال تتأخذ الجهد دورتين حول المضمار تقود الانطلاق في هذا الشوط ميزة في المرتبة الأولى يأتي الزابن في المرتبة الثانية وأيضا بعيد بعيد في المرتبة الثالثة في شوط الجهد والأفراص المنتجة محليا عمر الأربع سنوات فأكثر تقود الجهد ميزة مع انطلاقة هذا الشوط الزابن للمرتبة الثانية بعيد بعيد المرتبة الثالثة طوارق في المرتبة الرابعة تأخذ الجهد من عطف الأول لها في هذا الشوط وتقود الجهد ميزة في هذا الشوط مع صالح الشعي الزابن في المرتبة الثانية وديموم يأتي للمرتبة الثالثة في هذه اللحظات مع تأخذ بعيد بعيد في المرتبة الرابعة الآن وميزة تقود الجهاد في انطلاقه مع المنعطف الثاني للجهاد في هذا الشوط وميزة في الصدارة والزابن في المرتبة الثانية دايمون في المرتبة الثالثة وأيضا بعيد المرتبة الرابعة وأشاهد أيضا محاولات من ناعمة الأطراف من الخارج مع طوارق للوصول إلى مراكز متقدمة تحسين موقع يبدأ الآن سويد الآن البحث عن مسار للتقدم الآن وميزة في صدارة هذا الشوط مع اقتراب الجهاد من أخذ المنعطف الثالث في هذا الشوط والمنعطف ما قبل الأخير وميزة في المركز الأول الزابن المركز الثاني سويد الآن يتقدم للمرتبة الرابعة الآن يجد الطريق الآن لتحسين موقع الآن يتقدم الجواد سويد للمركز الثاني وميزة في الصدارة سويد يأتي سويد مع المنعطف الأخير الآن ميزة في المركز الأول وسويد يأتي من الخارج الآن صالح يستهث ميزة للمحافظة وسويد يأتي من الخارج الآن لانتزاع الصدارة وبقوة الآن سويد للمركز الأول سويد في المركز الأول ويتقدم الآن للمرتبة الأول سويد للمركز الأول يحاول صالح تثميز المحافظة وسويد يتقدم طوارق يحاول التقدم وسويد الغنيان التاريخ في البطل يحسمها لصالحي ويسجل انتصار الثالث عشر في سجل هذا ترجمة نانسي قنقر